ولو تنتبه على بيان بلينكين ذاك اليوم من اجيه قال هذا الكلام الانشاء اللي انا ما اعترف فيه واحنا ما نقبل ونفتح ممرات انسانية الغزة ونفتح ماذا شنو كذلك طلبنا من الرئيس محمد الشاء بانه يسيطر على الفصائل اللي ترمي او هم يقول على الناس او جماعات اللي تستهدف المستشارين الموجودين كذلك امتبه استاذ نجم ارجع للبيان وقرام كذلك ناقشنا ناقشنا اتفاقية لطار الاستراتيجي وناقشنا خطوات الاصلاح الاقتصادي يعني دير بالكم ناقشنا خطوة هذا الموضوع كان امني اشجاب موضوع الاصلاح الاقتصادي بهذا هذه رسالة للجميع بانه مثل ما الرسالة اللي طب بيها لابستي اللي انا عذرا بعض المرات اترك الفصحة وياك واتكلم بالعمل لانه من اجل ان توصي رسالة مثل ما طب لابست درع زين واحنا الاسكر نعرف طبعا هاي السال فلابست درع والله خايف لا تشذاب ما خايف ويعرف ينضرب وما راح ينضرب كله زين لكن طب لابست درع هو راح الاسرائيلي اللي تخذ حرب ما لبس الدرع اجيبنا لبس الدرع على ابو والله عراق مو امان العراق مو امان هاي الرسالة لا تقول لي رسالة هو خاف ويرجف خاف يضربه هو طار في الجب سبتيه بشينك وراحب بشينك وطيارتها موجودة لكن لبس الدرع هذه البروباقندا والاكشن الامريكي هذا شفت بعيني من يقعدون هيشي بالبندقية ويضرب ركبة ونص وهذا نفس هذا الاسلوب طب لك بالدرع والله العراق مو امن لا العراق امن لكن انتو غيركم هم اللي دخلوا مؤامن صراعكم يا دول معينة على الارض العراقية هو اللي دخلوا مؤامن لكن هم اوصلوا رسالة مبطنة يا استاذ نجم وقالوا بانهم اذا اتانا طلبا موقعا من الحكومة العراقية بان نخرج سنخرج لكن الرسالة ليست رسالة مبطنة وانا اقول لك يعنيها لكن لا تدعونا لا تطلبونا مرة اخرى للعودة الى العراق نخرج بس جيبونا طلب موقع من الحكومة العراقية انتبهت ولن تقدم الحكومة العراقية مثل هذا الطلب لماذا؟ لان الحكومة العراقية الان لديها علاقة ذهبية سياسية مع الولايات المتحدة الامريكية يكون بعلمك استاذ نجم والسيد رئيس الوزراء بيحاول انه ينسق هذه العلاقات بين الدول بين المحاور فعلاقته جدا قوية بالولايات المتحدة الامريكية والرجل ده ينظر الى مصطحة بلده يا اخي يا اخي وايه ناس مدد تفتين من اللي ده يصير يا جماعة يعني احنا يا استاذ نجم ترى احنا مربوطين روحنا هناك خف عبالك طلعنا من البند السابع ترى الانبيع النفط يروح هناك وهم يطونا خرجية احنا لو نحكي هذا هاي بالعراقي بكلام المقاهدة اتكلم الكياه